وقال إبراهيم بن رستم سمعت خارج يقول صاحبت عبدالله بن عون خمس عشرة سنة ما أظن الملائكة كثبت عليه شيئا وكانوا يقولون شر ما طبع الله عليه المر خلق دني ولسان بذي وكانوا يقولون إذا تم العقل نقص الكلام إذا تم العقل يعني متى يكثر الإنسان الكلام إذا كان عقله نقص إذا تم العقل نقص الكلام فضل العقل على المنطق حكمة وفضل المنطق على العقل هجنة وقال عبدالعمر بن العاص زلة الرجل عظم يجبر وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر وذلك كانوا يقولون العافية عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت الكلمة إذا خرجت منك ملكتك وقبل أن تنطق أنت مالك لها ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يكره لكم قيل وقال قال ابن مقسم سمعت جحظة يقول سمعت المأمون يقول السخافة كثرة الكلام وصحبة الأنذال وقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا خير في كثرة الكلام واعتبر ذلك بالنساء والصبيان إنما هم أبدا يتكلمون لا يصمتون وقال عطاء بن أبي رباح إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ما عذا كتاب الله أن تقرأه أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لابد لك منها وقال أبو الدرداء من فقه الرجل قلة كلامه فيما لا يعنيه وقال مالك بن دينار لو كانت الصحف من عندنا لأقللنا الكلام لو كان الصحف بين يديك وما يكتب عليك تراه بعينك لأقللت الكلام ستحاسب عن كل كلمة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه أحصاه الله ونسوه ترجمة نانسي قنقر